السلام عليكم ازيكم اتانيا سنوي هبدأيا كده احلى حاجة ان انتم مكونش دعوة باللي بيحصل ده خالص اللي بيحصل مع سنة اولى سنوي سواء كان موضوع دمج وانغاء الاحياء وغير الاحياء برضو التاريخ والجمرافق والحاجات ده كلها وبرضو اللي بيحصل مع تالتة سنوي في الغاء الجولوجيا والغاء الفرنساوي المهم احنا مناش دعوة باللي بيحصل ده كله تعالا نكمل الشرح بتاعنا ونشوف احنا كنا قفين فيه في الدرس الاول احنا شرحنا وقلنا ان التغذية التغذية كان فيه منها نعين التغذية دي كان فيه منها ايه نعين كان فيه عندنا تغذية ذاتية وتغذية غير ذاتية وقلنا ان التغذية الذاتية هي اللي بتكون بها الكائنات ذاتية التغذية والامثلة عليهم كانت ان البتات الخضراء نباتات الخضراء وقلنا كمان طبعا مش كل نباتات نباتات الخضرة بس وكمان قلنا معانا بعض انواع البكتيريا بعض انواع البكتيريا وقسمنا بعد كده النباتات غير ذاتي تغذية الى غير ذاتي تغذية عضوية وكان فيه طفيلية كمان كان فيه رمية المهم ان احنا مساكنا النباتات الخضرة دي وقلنا ان النباتات الخضرة كان بيكون عنده جزور الجزور دي بيمتص بيها الماء وبيمتص العملاح ودي كانت مواد موقفة التطاقة بستة التركيب وكان بياخد المواد دي ويبدأ ان هو يعمل لها عم يدخلها في عمية البناء الضوي فكان بيصنع لي الجلوكوز وشرحنا تركيب الشعيرة الجزرية النهاردة احنا المفروض هنعرف ازاي النبات بيقدر ان هو يمتص له الماء فتعالك هنشوف يبقى نا النهاردة هندرس اليات امتصاص الماء هنقول الية امتصاص الماء النبات بيقدر ان هو يمتص الماء باربع اليات مختلفة اول الية اسمها الانتشار وتاني الية اسمها الاسموزية وتالت الية معانا وهي النفذية الاختيارية والالية الرابعة معانا وهي التشرب اول حاجة تعال نتكلم معانا وهي الانتشار يعني اصلا الانتشار يبقى اول علي معانا فقالية انتصاص الماء هي الانتشار بص كلمة انتشار هو انتقال المادة من وسط عالي الى وسط قليل يعني ايه يعني ده كده وسط تركيز المادة فيه عالي اهوت وسط تركيز المادة فيه قليل فبينتشر العالي ده بيبدو ان هو يصب على القليل يعني باختصار مثلا لو انا معايا حوض مية كده ومقصوم مثلا نصي الحوض اللي فيه ده كمية المية فيه الحد هنا والحوض التاني ده كمية المية فيه الحد هنا يبدو الحوض اللي فيه كمية ماء كتير يدي للي فيه كمية ماء قليل ده اسمه الانتشار طب تعال اوضحه لك بمصطلح علمي اقول لك ان الانتشار هو عبارة عن انتقال او انتشار جزيئات المادة المنتشرة بسبب الحركة الذاتية المستمرة لجزيئات المادة الايه المنتشرة يعني ايه الكلام ده بص لو انا ده باتي معايا مثلا اه ونفترض برطمان كده او علبة والعلبة دي فيها فيها ماء فقط اهي فيها ماء وجيت نقط فيها نقطة حبر جيت جيت حطيت هنا كده فيها نقطة حبر بعد شوية بلاحظ ان نقطة الحبر دي بتدى تنتشر في الايه في الحضة كله او في العلبة دي كلها ايه اللي حصل هو ان الحبر ده بيتكون من حاجة اسمها جزيئات هنقول عليها جزيئات المادة فالحبر ده اول ما بينزل بيكون مركز في المنطقة اللي بينزل فيها فبيبدأ جزيئات المادة دي اللي هو جزيئات الحبر تنتشر من وسط تركيز التركيز الحبر ده فيها علي الى وسط تركيز الحبر ده فيها ايه وليل فهو نوع عليها ده عبارة عن ايه ده الانتشار اللي حصل هو ان جزيئات المادة المنتشرة او جزيئات المادة دي انتشرت من وسط تركيز التركيز فيها علي الى وسط التركيز فيها وليل يعني مثلا لما اجيب لك خط كده واقول لك ايه سبب في انتشار الحبر ده هتقول لي بسبب الحركة الزاتية المستمرة لجزيئات المادة المنتشرة اللي هي مين جزيئات طبعا جزيئات الحبر يبقى اللي حصل هو كأن فيه حركة زاتية مستمرة من جزيئات المادة المنتشرة طيب لو ما فهمتش هو موضوع ابسط مما تتخيل الموضوع بسيط جدا لو ما فهمتش باختصار كده المسال اللي احنا قلنا عليه اول مرة هو ان لما يبقى معنا حاجة او مثلا وسطين الوسط ده في مثلا 20 مية الوسط ده في 500 طبعا العشرين بتبدأ انها تدي ليه الخمسة ده اسمه الانتشار ده اسمه الانتشار من وسط جزيئات المادة اللي فيه عالي الى وسط جزيئات المادة قليل تمام والانتشار ده مش بيكتصر بس على المية الانتشار بيكتصر على اي مد على اي مد سبا كارية مية غاز دخان غيره من الامثلة طيب مثلا على سبيل المسال انا لو معايا اه مخبار او مثلا نقول على ازازة الازازة دي فيها ايه الازازة دي فيها غاز مثلا لونه احمر تمام وفيه إزازة تانية فيها مثلا هوى إزازة هيت الهوى ده والهوى ده لونه ايه اغطر وجه بدأت خط الإزازتين على بعض بدأت ان انا وصل الإزازتين على بعض النص اللي فوق ده تركيز الهوى فيه عالي اهو تركيز الهوى فيه عالي والنص اللي تحت ده تركيز مثلا الغاز فيه عالي اللي بيبدأ يحصل اول ما يبدأ خط الإزازتين على بعض الغاز بيبدأ ينتشر من الوسط اللي تركيزه فيه عالي إلى الوسط اللي تركيزه فيه الليل فبيطلع لفوق اهو بيطلع لفوق بيه بيطلع لفوق بالانتشار ونفس الفكرة الهواء بيبدأ ينتشر من الوسط اللي هو فيه عالي إلى الوسط اللي هو فيه الليل فبيبدأ انه هو ينسي ده كده باختصار اللي هو الانتشار نيجي بعد كده للخاصية التانية معنا وهي الخاصية الاسموزية الخاصية الاسموزية الخاصية الاسموزية هي عبارة عن انتقال الماء. تاني كده انتقال انتقال الماء. من وسط الماء في قليل. الى وسط الماء في آآ عفوا نسوان كده من وسط المية في عالية الى وسط المية في قليل. يعني ايه الكلام ده? يعني انا طبعا لازم يكون فيه ما بينهم ايه? غشاء شبه منفز. شبه ايه? شبه منفز. يعني دلوقتي لو معي وسطين. اوض فيه ما بينهم غشاء شبه منفز. ده كده اسمه غشاء شبه ايه منفز الوسط ده تركيز المية فيه مسلا وانفترض خمسين وهنا تركيز المية فيه وانفترض مسلا تلاتين اللي بيحصل ان المية بتنتقل من خمسين لايه لتلاتين بتنتقل بالخاصية الاسموزية علشان فيه ما بينهم غشاء شبه منفز يعني مسلا لو فيه خلية نباتية ودي كده خلية نباتية الخلية النباتية دي فيها مسلا تلاتة تلاتة في المية مية تركيز المية اللي فيها تلاتة في المية ودي تركيز المية اللي فيها مسلا سبعة في المية اللي بيحصل ان المية بتبدأ تنتقل تنتقل من من الوسط اللي المية فيه عالي الى الوسط اللي المية فيه قليل طبعا دي اسمها خاصية لسميزية لان الغشاء ده بيكون غشاء طب انت ممكن تقول ان ده انتشار اقولك لا مش انتشار لان الانتشار مش بيكون فيه موجود غشاء شبه منفز الانتشار بيكون وسطين مفيش ما بينهم غشاء شبه منفز لكن هنا دي خلية. ودي خلية بيكون فيه غشاء ايه شبه منفز فبينتشر فيه ليه المية. بتنتقل المية بالخاصية الاسموزية بسبب انه بيكون فيه غشاء شبه منفز ما بين الوسطين. طيب. ممكن ليه تعريف تاني? آه ليها تعريف تاني. الخاصية الاسموزية احنا قلنا انه يعبار عن انتقال الماء من وسط تركيز المية فيه عالي الى وسط تركيز المية فيه قليل. ممكن اغير لك حاجة في التعريف ده علشان خاطر الاسئلة اللي هتجي لك. هيقول لك ايه? هو عبارة عن انتقال الماء اصبع من وسط تركيز الاملاح. تركيز الاملاح فيه ملحة قليل. الى وسط تركيز الاملاح عالي. يعني باختصار انا ممكن اقول على الكلام ده كله ان الماء يحب الملح. المية بتحب الايه? بتحب الملح. المية دايما بتروح للملح الاكتر. او ممكن اقول علي برضو ان المية بتحب السكر. المية بتحب الايه? السكر الاكتر. يعني مثلا احنا دلوقتي لو معنا خلية نباتية. دي كده ايه? خلية نباتية عندها عندها ايه? عندها جدار. وده كده الغشاء بتاع الخلية النباتية. ده الغشاء اللي ايه? البلازمي. وبيكون جوه في حاجة اسمها الفجوة الايه? الفجوة العسرية. الفجوة العسرية دي بتحتوي على الحاجة اسمها عصير خلوي. طب ايه? اصلا المحلو ده عبارة عن مزيب زائد مزاب. وغالبا المزيب ده بيكون ماء. غالبا بيكون ماء. انما المزاب ده غالبا بيكون يا اما سكر يا اما ملح. تمام? ودايما التركيز بيكون اصده هنا على المزاب. يعني التركيز ده بيكون اصده على المزاب. يعني مثلا لو قلت لك ان الخلية النباتية دي تركيزها سبعة في المية. ده معناه كده ان فيها ملح سبعة في المية. فمسلا لو قلت لك ان تركيز الخلية النباتية دي مثلا تمانية في المية. ده هنا انا اصدي ايه التركيز ده بيكون اصده على المزاب. يبقى دايما التركيز بيشير الى المزاب. طيب ايه موضوع بقى ان المية بتحب الملح الكتير? لو ده مثلا في وسط بره هوت لو انا جيبت الخلية دي وبدأت ان انا احطها في حوض مية. وحوض المية تركيزه مسلا عشرة في المية. احنا قلنا عشرة في المية ده يعني ايه? تركيز المزاب. يعني المحلول اللي برا ده دايب فيه ده كده عبارة عن مية دايب فيها اه ملح بنسبة ايه? بنسبة عشرة في المية. هل يا ترى المية هتدخل للخلية النباتية? ولا هتخرج للحوض? لا هتخرج للحوض. ليه? لان المية بتحب الملح الكتير. المية بتحب الملح الكتير. الخلية النباتية دي جواها تمانية في المية. والمحلول براه المحلول بيكون فيه كم? عشرة في المية. طب المية بتحب الايه? الملح الكتير. المية بتروح للتمانية في المية ولا تروح لعشرة في المية لا احنا قلنا ان المية بتحب الملح كتير يبقى المية بتسيب التمانية وتبدأ ان هي تروح ليه للعشرة فاللي يحصل ان المية بتنتقل من الخلية وتبدأ ان هي تروح للمحلول وبالتالي كده الخلية دي بتنكمش تنكمش ليه بتنكمش لانها بتفقد المية بتفقد المية بالخاصية لايه بالخاصية الاسموزية طيب لو جيت مثلا قلت لك انا معايا تلات خلايا خلية تركيزها مثلا خمسة في المية وخالية تركيزها تسعة في المية وخالية مثلا تركيزها تلاتة في المية هيا ترى ارسيم لي كده اتجاهة انتقال الماء بص احنا قلنا ان المية بتحب لايه المية بتحب الملح الكتير طفين الملح الكتير التسعة في المية يبقى كده المية تنتقل من خمسة في المية تروح للملح الكتير طيب بالنسبة لتلاتة المية تروح للتلاتة ولا تروح للتسعة المية بتحب الكتير يبقى تروح للتسعة طيب بالنسبة ما بين باع ما بين مين ما بين التسعة الخمسة والتلاتة هل يطرى المية بتروح من تلاتة الخمسة ولا من خمسة لتلاتة احنا بنقول ان المية بتحب الملح الايه الملح الكتير وبالتالي كده المية تبدأ ان هي تسيب تلاتة وتروح لمين تروح لخمسة لان طبعا ده الخلية دي اللي هي تسعة دي اعلى تركيز وبالتالي ده اعلى ضغط اسموزي طيب بالنسبة للناس اللي لسه ما تعرفش ايه هو الضغط الاسموزي بص الضغط الاسموزي هو الضغط اللي بيسبب انتقال الماء بالخاصية الاسموزية الضغط الاسموزي هو الضغط اللي بيسبب الضغط الذي يسبب انتقال الماء بالخاصية الاسموزية يهي الخاصية الاسموزية اللي هي انتقال الماء من ملح قليل الى ملح كبير يعني بص اقول لك على حاجة لما يبقى مثلا معانا خليتين دي كده خلية ودي كده خلية الخلية دي مثلا تركيز الملح فيها 7% والخلية دي تركيز الملح فيها مثلا 3% هنا حصل اختلاف او فرق التركيزات يعني ايه يعني الخلية دي تركيزها مش مناسب او مش متساوم مع التركيز ده فقولوا عليه اسمه حصل فرق فرق فين في التركيز يبقى حصل فيه فرق هنا فين في التركيز وطالما حصل فرق في التركيز يحصل يتولد بقى الضغط الاسموزي بمعنى ان الخلية دي هيكون عندها ضغط ايه اسموزي معين ايه هو بيتنسب طبعا مع التركيز فالضغط الاسموزي مثلا بتاح اللي هو ضغط الشفط على فكرة ضغط الاسموزي ده نقدر نقول عليه انه ضغط الشفط يعني الخلية دي هيكون عندها ضغط شفط 7% والخلية دي هيكون عندها ضغط شفط 3% من اللي يكون شفطه اعلى. طبعا احنا الشفط ده بيتناسب مع التركيزات. الشفط بيتناسب مع التركيزات. يعني باختصار. لو انت دلوقتي كلت طبق سلطة في سبع معالق ملحة. واخوق مسلا كل طبق سلطة في تلات معالق ملحة. مين اللي يشرب مية اكتر? او مين اللي يشفط مية اكتر? طبعا اللي يشفط مية اكتر هو اللي كل ملحة اكتر. وبالتالي كل ما الملح يزيد او السكر يزيد يزيد الضغط الشفط. يعني تاني تاني. لو انت دلوقتي قالت طبق سلطة وطبق السلطة ده كان عليه سبع معالق ملح واخوك قالت طبق سلطة وطبق السلطة اللي اخوك قاله ده كان عليه تلات معالق ملح مين اللي يشرب مية اكتر ومين اللي يشفط مية اكتر او بالتالي مين اللي يكون ضغط الشفط او الضغط الاسموزي بتاعه يكون اعلى اكيد كل ما تاكل ملحة اكتر كل ما تشرب مية اكتر وبالتالي كده يكون ضغط الشفط بتاعك اكتر. فاحنا عندنا خلية فيها سبعة في المية ملح. وخلية فيها تلاتة في المية ملح. يبقى اكيد اكيد كده ان الخلية دي نقدر نقول عليها مسلا اللي هي سبعة في المية ملح دي يكون فيها ضغطها الاسموزي او ضغط الشفط بتاعها سبعة في المية. انما الخلية اللي فيها تلاتة اه في المية ملح يكون ضغطها مسلا تلاتة في المية. يبقى اصبح مين اللي ضغط الشفط اعلى اللي ضغط الشفط اعلى اللي فيه تركيز اعلى او اللي في ملح اعلى. ومن اللي ضغط الشفط بتاعه اقل الضغط اللي فيه تركيز اقل او الضغط اللي فيه ملح اقل. ساعتها كده. دي بتشفط سبعة ودي بتشفط تلاتة. مين اللي يشفط اكتر? طبعا ابو سبعة هو اللي يشفط اكتر. وبالتالي المية تنتقل من الملح القليل تروح لمن للملح الكتير? علشان كده انا بسهل عليك وبقول لك ايه? بقول لك ان المية بتحب الملح الكتير. المية بتسيب الملح القليل وبتروح للملح الايه وبتروح للملح الكتير ده باختصار كده الضغط الايه الضغط الاسموزي الضغط الاسموزي وبالتالي علشان كده احنا جينا لما جينا ندرس الشعيرة الجزرية دي كده شعيرة الجزرية هيت دي كده الطربة دي كده دي حبيبات الطربة ودي الشعيرة الايه الجزرية وده النبات احنا قلنا ان تركيز الشعيرة الجزرية لازم يكون عالي تركيز الشعيرة الجزرية تعالى كنكبر الشعيرة الجزرية دي بيكون جواه حاجة اسمها فجوة عصرية فاحنا بنقول ان تركيز الفجوة العصرية بتاع الشعيرة الجزرية لازم يكون عالي يعني يكون في ملح كتير طب ليه يكون في ملح كتير علشان المية بتحب الملح الكتير يعني لازم يكون هنا في ملح كتير لان المية بتحب الملح كتير فالمية لما يبقى لما يبقى التربة فيها ملح وليل والشعارة الجزرية فيها ملح كتير اللي يحصل اللي يحصل هو ان المية بتبدأ انها تنتقل من التربة وتدخل الى الشعارة الجزرية لان المية بتحب الملح كتير يبقى من ضمن الخصائص المهمة للشعارة الجزرية هو ان تركيز فجوتها فجوتها العصارية عالي. ليه? علشان ينتقل اليها الماء بالخاصية الاسموزية. لكي ينتقل اليها الماء بالخاصية الاسموزية. علشان المية تبدأ ان هي تنتقل ليها بالخاصية الاسموزية. تمام? احنا كده خلصنا الخاصية التانية وهي الخاصية الاسموزية. نيجي بعد كده الخاصية تالتة وهي خاصية الليه النفازية. وما فيهاش تفاصيل كتير. الخاصية النفازية خلتنا ان احنا نقسم الجدر الخلايا جدر الخلايا يعني جمع جدار والاغشية البلازمية الى ثلاث حالات. اول حالة هو انه ممكن يكون منفز. وتاني حالة ممكن يكون غير منفز. والتالت حالة هو انه ممكن يكون منفز. يعني الكلام ده كله. بص لو في خلية نباتية هي بتتكون بشكل اساسي من مين? بتتكون الجدار بتاعها ده. الجدار ده هو بيتكون بشكل اساسي من مادة السليلوز. هقول لك ان مادة السليلوز دي مادة منفزة. مادة منفزة. طالما الجدار بتاع الخلية النباتية ده الجدار الخلية النباتية ده بيتكون بشكل اساسي من سليلوز فقط. من سيرولوس فقط يعني فيه سيرولوس فقط اقول لك ان آآ مادة السيرولوس دي مادة منفزة ليه لان الجدار ده بيكون مسقق بيكون في هنا سكوب كده بيعدي مين بيعدي من خلالها بيعدي من خلالها مين الماء يقدر ان يعدي من خلالها الماء يعدي الماء تعدي الماء بيكون منفز للماء ولل وللأملاح بيعدي مية وبيعدي املاح طيب مين اللي بيكون منفز ده بيكون جدار الخلية النباتية جدار الخلية النباتية طيب مين اللي بيكون غير منفز بيكون غير منفز ده لو معانا خلية نباتية مثلا دي كده خلية نباتية ممكن يترصب عليها مادة من الداخل اسمها مادة الايه مادة اللجنيه يبقى ممكن يترصب عليها مادة اللجنيه تمام او ممكن يترصب عليها زي خلية البشرة كده سعب يترصب عليها من الخارج مادة شمعية مادة شمعية اسمها الكيوتين زي ما هناخد في الدرس التاني مادة اسمها لايه الكيوتين او ممكن يترصب عليها مادة برضو اسمها السيوبريل السيوبريل يبقى لو لو الجدار دي يترصب عليه لجنين او ترصب عليه كيوتين او ترصب عليه السيوبريل التلات مواد دول ما لهم غير منفزة مش بتعدي ولا مية يعني الماء مش بتعديها ولا بتعدي املاح ولا بتعدي اي حاجة علشان كده اه مثلا لو في خلية متغلزة بشكل كامل باي مادة من المواد دي كلها الخلية دي بتكون ميتة ليه لانها ما بيتخل لها شمع طب لو متغلزة من جانب واحد بس مثلا زي الكيوتين اللي بيغطي البشرة دي طبعا ما بتكونش ميتة لان بيتخل لها مية من الجوانب التانية طب الحالة التالتة هي حالة ان الغشاء يكونش بمنفز دي حالة دي حالة غشاء الخلية حالة غشاء الخلية بنقول عليه الغشاء البلازمي الغشاء ليه البلازمي ليه لان مسلا احنا عندنا دي كده مسلا الخلية ليه النباتية الخلية النباتية بيكون جواها او من جوا كده بيكون في حاجة اسمها لايه الغشاء البلازمي والغشاء البلازمي ده احنا كنا فيه كريم في السنة اولى لو جينا نكبره كده بيتكون من حاجة اسمها الفيسفولايبيدات بيتكون من الفيسفولايبيدات الفيسفولايبيدات اهو ده كده طبع من الايه طبعطين من الفيسفولايب ده طبعطين وبالتالي لو في حاجة صغيرة كده في الحجم هتبدأ ان هي تدخل طب لو في مثلا حاجة كبيرة كده في الحجم لا مش هتعرف ايه تدخل علشان كده بنوع عليه ان هو شبه منفز وبالتالي الغشاء ده بيتميز بخاصية اسمها النفازية النفازية الاختيارية وهنفهمها اكتر في امتصاص الايه الاملاع يعني الغشاء ده بيقدر ان هو يدخل الحاجة الصغيرة دي بس ما يقدرش يدخل ايه الحاجة الكبيرة دي عندنا النفازية دي في منها تلات حالات ممكن جدار الخلية يكون منفز لو بيتكون بشكل اساسي من السلولز وبالتالي ده بيقدر يعد المية وبيعد الاملاح وبيعد برضو جزيئات كبيرة ممكن يعد مسلا بروتينات ممكن يعد كربوهيدرات ممكن يعد نشا ليه لانه هو اصلا منفز طب لو الجدار ده ترصب عليه اي مادة من التلاتة زي مثلا الليجنين او الكيوتين او السيوبرين في الحالة دي هيكون غير منفز بيش هيقدر يعدي ولا مية ولا املاح ولا اي حاجة خالص طيب مين الحالة بقى اللي بيكونش منفز ده بيكون غشاء ليه الغشاء البلازمي الغشاء ده بتكون من طبقتين من الفسفل لو في حاجة صغيرة بيقدر ان هو يعديها حاجة صغيرة زي مين زي الماء زي الاملاح طب لو حاجة كبيرة زي الكربوهيدرات وكده ما يقدرش ان هو يعديها وبالتالي وبالتالي خلي بلك بعشان ده سؤال متوفقين في كتاب الامتحان لو جي مثلا هنا كده ده نبات ده كده مثلا ايه نبات وده كده الجدر بتاع ليه النبات جي في يوم من الايام الورقة دي اصفرت الورقة دي كده اصفرت ودبلت وبدأت ان هي تقع وقعت هنا كده فبدأت ان هي حصل لها ايه تحللت يعني حصل لها تحلل يبقى كده الورقة دي اتحلل طب الورقة دي لما بتتحلل بيكون فيها عناصر من ضمن العناصر اللي فيها مين سكريات معقدة بيكون فيها سكريات معقدة ايه السكريات المعقدة اللي فيها دي هي النشا النشا طب النبات ده ليه ما بيقدرش يستخدم النشا ويمتصه تاني ويدخل للجدر يعني ان النشا دي حبيبات كبيرة كبيرة ما بتقدرش يتعدي من الغشاء البلازمي ايه هتقدر تعدي من الجدار اه وتقدر تعدي من الجدار لان الجدار بتكون بشكل اساسي من السيروليز وبيكون منفز البلازمي. بس سبب اللي بيخلي النباتات دي ما تقدرش تستفيد بالنشا اللي هو السكر المعقد ده بعد ما الورقة دي تحللت ونزلت في التربة وتحللت هو سبب وجود الغشاء البلازمي اللي بيكون شبه منفز ما بيقدرش يعدي النشا دي. لكن الجدار بيقدر ان هو يعديها. طب مسلا ممكن تقولي الجدار بتاعه الجدر ده ممكن يكون مترصب عليه اي مادة. ما هو الجدار ده لو ترصب عليه اي مادة اه غير منفزة ما ينفحش طبعا لان دي شعارة جزرية ووظيفتها ان هي بتمتص الماء وبالتالي ما ينفحش يترصب عليها اي مادة من المواد دي خالص. طيب نيجي بعد كده خلاص بقى للحالة الايه? للحالة الرابعة معانا او الالية الرابعة معانا وهي الية التشرب. التشرب. بص. فيه تلت مواد اه بيقولك ان الخلايا الخلايا النباتية او خلايا بالتحديد الشعارة الجزرية بتتميز بيحتوها على تلت مواد غروية. بتحتوي على مواد غروية. يعني غروية. يعني مواد محبة للماء. مواد ايه? محبة للماء. بتحب المية. بتحب الايه? بتحب المية. طب من امثلة المواد المحبة للماء دي مين? عندنا السيلولوز. فاكر السيلولوز? السيلولوز. اللي القدار الخلوي اصلا بيتكون منه. السيلولوز. ده مادة محبة للماء للماء. عندنا البكتين. وعندنا حاجة اسمها بروتينات بروتينات البروتو بلازم. البروتو بلازم. ايبا تاني احنا عمدنا دلوقتي لو دي كده خلية نباتية الخلية النباتية اصلا دي بتتكون من ايه? بتتكون من حاجة اسمها السيلولوس. والسيلولوس ده مادة غروية بتحب المية. وبيكون عندنا جوة جوة الغشاء ده بيكون فيه غشاء وجوة الغشاء ده كل اللي جوة الغشاء بنقول عليه البروتو بلازم البروتو بلازم اهو بروتنات البروتو بلازم دي بتكون محبة للماء. ايبا تاني التشرب دي من الاليات اللي بيتص بيها النبات المية ليه؟ لان احنا عندنا الشعارة الجزرية بتتميز بوجود مواد غروية زي يمين؟ زي السيلولوز، زي البكتين، زي البروتنات، البروتوبلازم وبالتالي كده بقى تعالى مفصر لك ايه اللي بيحصل لما بنيجي لما النبات مثلا ده كده ايه؟ اهو ده كده نبات وده كده الجدر وده كده اه دي النبات لما يكون فيه مثلا هنا نقطة مية فيه هنا نقطة مية احنا عندنا الجدار بتاع الخلية بتاع الشعارة الجزرية ده بيتكون مين؟ من السيلولوز وبيكون فيه بروتنات البروتوبلازم وبيكون فيه مادة مادة الايه؟ البكتين والماد ده كلها مواد مالها غروية مواد غروية عاملة زي المنديل كده مش المنديل ده انت ممكن تمسح بالعرق بتاعك بالزبط لانه ايه؟ لانه اه المنديل ده بيكون غروي بيشرب المية بيكون لي الكدرة على شرب المية. فحبيت المية دي ايه اللي بيحصلها بتبدأ? ان هي تنتقل تنتقل الى الشعيرة الجزرية بخاصية الايه? بخاصية التشرب. يبقى اول حاجة حصلت هي التشرب. التشرب. يبقى قدرت ان هي تشرب مين? تشرب نقطة المية. بعد كده تعال نكبر كنا المنظر ده. مسلا نقول لك ان دي فاكر بقى ان دي كان اسمها خلايا لايه? دي كانت خلايا. دي كان اسمها خلايا القشرة. دي كانت القشرة. وكان بيكون في برة حاجة اسمها لايه? البشرة. اهي. دي كده البشرة. تمام? كان بيحصل امتداد لخلية واحدة. كان اسمها الشعيرة الجزرية. بدي اسمها الشعيرة الجزرية. ويبقى دي اسمها الطبعة الوبارية اسمها البشرة. اللي اسمها الطبعة الوبارية. يبقى دي الطبقة الوبارية والشعارة الجزرية عبارة عن امتداد لخلية واحدة من خلايا الطبقة الايه الوبارية. مثلا ودي كده حبيبات التربة. دي كده حبيبات الايه التربة. ودي نقطة الايه نقطة المية. المية بتبدأ ان هي تروح للشعارة الجزرية بخاصية التشرة. بعد كده تبدأ ان هي تدخل الى الفجوة العسرية بيكون في هنا فجوة عسرية بتدخل لها بعد كده بالخاصية الاسموزية. لان احنا قلنا ان تركيز الفجوة العصرية بتاعت الشعار الجزرية بيكون عالي مقارنة بمين مقارنة بالتربة وبالتالي المية بتنتقل من الملح الولي الى الملح الكتير بعد كده تبدأ المية تنتقل من خلية للتانية برضو بالخاصية الاسموزية وبالتالي لو الخلية دي رقم واحد والخلية دي رقم اتنين اقول لك مين اللي تركزهم اعلى طبعا الخلية رقم اتنين لان المية بتنتقل من الملح الولي الى الملح الايه? الكتير. طب لو الخلية دي مسلا رقم تلاتة من اللي يكون تركيزه اعلى واحد? ولا اتنين ولا تلاتة طبعا? تلاتة بتكون اعلى من اتنين وتنين بتكون اعلى من واحد علشان تقدر ان المية تنتقل ها بالخاصية الايه? بالخاصية الاسموزية. وبعد كده تبدأ ان هي بيكون فيه مثلا هنا في النبات حاجة اسمها الايه? اوعية الخشع. فتبدأ ان هي المية تنتقل الاوعية الايه? الخشع. يجبàn اللي حصل ان في البداية خالص الشعارة الجزرية فيها مواد غروية زي سيلولوزو البكتين وبروتينيات البروتوب نازم آآ البروتوب نازم بدأت ان هي تشرب المية دي فالخاصية اسمها خاصية خاصية التشرب بعد كده الماء بدأ ينتقل للشعارة الجزرية بالخاصية الأسموزية ودأ ينتقل من خلية للتانية بالخاصية الأسموزية ومن خلية للتانية بالخاصية الأسموزية بالخاصية الأسموزية لحد ما بدأ يوصل للأوعية لايه؟ لأوعية الخشب علشان يبدأ انه ينقل المية الى الورع وتقدر تعمل عملية البناء الضوي طيب الحد هنا كده احنا خلصنا امتصاص مين امتصاص الماء نيجي بعد كده لامتصاص امتصاص الاملاح في الاول كده احنا محتاجين نصنف الاملاح لتلات حاجات اول حاجة هي مواد ضرورية او املاح ضرورية مين الاملاح الضرورية دي هم الكربون والهيدروجين والاكسوجين تاني حاجة هي مغزيات كبرى مغزيات ضرورية مغزيات النبات بيحتاج لها بكميات كبيرة يبقى المغزيات الكبرى دي اسمها كبرى ليه لان النبات بيحتاج لها بكميات كبيرة منلاحظهم المغزيات الكبرى دي منلاحظهم في كلمة مفك بحنك مفك بحنك ليه لان احنا عندنا الميم دي مغنيسيوم يبقى تاني نحفظهم مفك بحنك عارف المفك ده اللي ليه حنك المين دي ماغنيسيوم والفيه فسفور والكاف كالسيوم والبيه بوتاسيوم والحا حديد والنون نيتروجين والكاف كابريد يبقى تاني المغزيات الكبرى دول عددهم سبعة باللاحيثهم في كلمة مفك بحنك المين قلنا عليها ماغنيسيوم والفيه فسفور والكاف كالسيوم والبيه بوتاسيوم والحا حديد والنون نيتروجين والكاف كابريد المغزيات دي ضرورية جدا للنبات طيب ليه ضرورية للنبات هنعرف ليه ضرورية للنبات بس بعد ما نجيب المغزيات اللي بعد كده وهم التلاتة رقم تلاتة اسمها مغزيات صغرى ودول عددهم كام عددهم تمانية لو انت حفظت السبعة اي حاجة غير السبعة يكون مغزيات ايه صغرى اي حاجة غير السبعة اللي احنا قلنا عليهم نقول لهم المغزيات الكبرى تبقى مغزيات ايه? صغرى. زي عندنا واليود والرصاص والملبدينم والخرصين والنحاس والالامونيوم. كلور يود رصاص ملبدينم والخرصين النحاس والمنجنيس. دي كده اسمها المغزيات الصغرى النبات بيحتاج لها بكميات صغيرة. طب احنا عندنا. المغزيات الكبرى قلنا عددتهم سبعة. ليه? اسمهم مغزيات كبرى لان النبات بيحتاج لهم بكميات كبرى. طيب اهميتهم عندنا اول اهمية لهم عندنا املاح النطرات اللي هي طبعا بناخدها من النيتروجيل واملاح الفوسفات اللي هي الفوسفور واملاح الكابريتات اللي هي الكابريت. النبات بيستخدمهم فين? النبات بيستخدمهم في تحويل الكربوهيدرات الى ايه? بيحاولها الى بروتينات اللي هي الدهون. يبقى تاني اول حاجة معنا ان عندنا املحة النطرات طبعا اللي جاية من النيتروجين والفسفات اللي جاية من الفسفور والكابلات اللي جاية من الكابلتات النبات بيستخدمهم في تحويل الكربويدرات الى بروتنات ولايبيدات طيب عندنا برضو الفسفور الفسفور ده النبات بيستخدمه في مواد او مركبات الطاقة مركبات الطاقة اللي هي عملة الطاقة في الخلية اللي هي الاتب. والاتب اللي هو سلاسة الادونزين الفوسفات. بيكون فيه اي دي بي. اللي هو آآ سنائي الفوسفات اي دي بي. زائد البي بيدينا الاتب. دي اسمها مركبات الاي الطاقة. بيصنع عملة الطاقة في الخلية. ده مين? ده الفوسفور. عندنا كمان الحديد. الحديد ده بيكون الانزيمات. بيكون الاي? الانزيمات. الانزيمات اللي بتكون اللازمة لاتمام عملية البناء الضوي. فلما اجا اقول لك اي من الاختارات التالية اه غياب يؤثر على عملية البناء الضوي. واحطي لك في الاختارات الحديد تختار الحديد. طب اقول لك ليه غياب الحديد بيأثر على عملية البناء الضوي? هتقول له لانه بيدخل في تكوين الانزيمات اللازمة لاتمام عملية الايه? البناء الضوي. دي كانت اهمية مين? اهمية المغازيات الكبرى. طب النبات لو ما بياخدش المغازيات الكبرى دي بكميات اللي هو عايزها هيحصله ايه? هيحصله اختلال في النمو الخدري. هيحصله اختلال في النمو الخدري. مش هيقدر ان هو ينمو بشكل طبيعي. مش هيقدر اللون الطبيعي اللي اقدر بتاعه مش هيكون اه بالشكل المعروف عليه. طيب نجي بعد كده المغزيات الصغرى. احنا قلنا المغزيات الصغرى هم عددهم تمانية. بسموه مغزيات صغرى عشان النبات بيحتاج ليهم بكميات والليلة. ليه بقى بيحتاج ليهم? لان اصلا بيقول لك بعضهم بيعمل كايه? كمحفزات او آآ كمنشطات للانزيمات. يعني بعضهم يعمل كمنشطات للانزيمات. يعني مش حاجة اساسية خالص. عشان كده اسمها مغزيات ايه? مغزيات صغرى. اسمها المغزيات الايه? الصغرى. طيب دي كانت الاملاح بتاعتنا. عايزين ازاي النبات? زي ما عرفنا ازاي النبات بيقدر يمتص المية النهاردة عايزين او دلوقتي عايزين يشوفي ازاي النبات بيقدر يمتص الاملاح. اول الالية معنا هي الانتشار. عشان كده احنا قلنا الانتشار مش بيكتصر على الماء فقط. تانية الالية معنا هي الالية النفازية الاختيارية. اللي بيتميز بها مين? الغشاء البلازمي. وتالت الية واهمة الية معايا وهي النقل النشط. مش هناخد او ما فيش كلام كتير عن متن في الحراض دي كلها. احنا عندنا الانتشار هو الانتقال من التركيز العالي الى التركيز الالي. يعني مثلا مثلا لو فدي كده خلية وده كده الوسط المحيط فيها. الخلية دي مثلا جواها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. مثلا ايه? ستة ماغنيسيوم. ستة ماغنيسيوم. ولكن برا في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. مين اللي فيه كتير? اهوت اللي فيه كتير اللي برا. اللي يحصل? اللي يحصل انها تنتقل الاملاح دي. بتبدأ انها تنتقل ايه? الى الداخل طبعا بخاصية مين? بخاصية الانتشار. يابقى الانتشار هو انتقال الاملاح دي او اي او او المواد من وسط تركيزها في عالي الى وسط تركيزها في قليل طيب في حاجة كمان معانا في الانتشار اسمها اسمها لايه التبادل الايوني التبادل الايوني مسلا لو معانا دي كده دي خلية نباتية جواها آآ سوديوم والسوديوم ده بيكون موجب برة مسلا بيكون في بوتاسيوم والبوتاسيوم بيكون برضو موجب النبات عنده سوديوم هو مش محتاج السوديوم في حاجة وما عندوش بتاسيوم والبوتاسيوم موجود برة وهو محتاج البوتاسيوم اللي يحصل يجي رايح ياخد 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 البوتاسيوم ده يدخله جوا ويطلع مكانه من السوديوم فالعملية اسمها ايه اسمها التبادل الايوني بس لازم تحصل ما بين الاتنين بيكون فيهم نفس الشحنة يعني الموجب مع الموجب لازم الاتنين يكون لهم نفس الشحنة يبقى تاني احنا قلنا ان النبات معه سوديوم والسوديوم موجب وهو برا عنده فيه بوتاسيوم والبوتاسيوم موجب هو مش محتاج السوديوم فو حاجة هو محتاج البوتاسيوم يعمل ايه يبدلهم مع بعض يدخل ده ويخرج ده بس بشرط ان الاتنين يكون عندهم نفس الشحنة ده موجب وده موجب الموضوع ده بيسمه التبادل الايوني التبادل الايوني وطبعا احنا ندري في حاجة اسمها الايونات والكاتيونات الايونات والكاتيونات الكاتيونات بتكون مجابة الكاتيونات هي اللي بتكون مجابة والانيونات هي اللي بتكون ايه سليمة نيجي بعد كده للنفازية الاختيارية للنفازية الاختيارية النفازية الاختيارية ان الخاصية دي بيتمايز بها مين بيتمايز بها غشاء الخلية طيب ليه احنا عندنا مسلا دي كده خالية نباتية واضح الجدار بتاعها الجدار بتاعها بيكون في عندنا حاجة اسمها بعد الجدار كده بيكون حاجة اسمها غشاء بلازمي ده غشاء بلازمي بيتماز بخاصية النفاذية الاختيارية بص بق لو في مسلا معنا فيه مية عايزة آآ فيه نفترض ملح مسلا آآ من المغذيات القبرى عندنا مسلا حديد الحديد ده من لايه من المغذيات القبرى ييجي يدخل النبات يدخلهم يعني الغشاء ده يدخلوا عادي خالص ليه لانه من مغزيات الكبرى في مثلا عندنا كابريت الكابريت ده من مغزيات الكبرى يجي يدخل يدخل عادي خالص لان النبات بيحتاجه لكن مثلا عندنا ونفترض ان انا معايا في بره كلور يجي يدخل النبات مش محتاجه ما يدخلوش فيقول له لا خلاص خليك بره انا مش عايزك علشان كده اسمعي النفذية الاختيارية اللي بيدخل اللي انا بختاره بس هو اللي بيدخل اللي بينفذ هو اللي انا بختاره هو اللي انا بحتاجه وبالتالي النفازية الاختيارية هي خاصية ماس بها الغشاء البلازمي بحيث ان هو بيسمح بمرور مواد في مواد كده بتدخل بشكل حر وبشكل طليق بتدخل بسهولة جدا وفي مواد تانية مثلا ايه وانا افترض ان مثلا فيه الماغنيسيوم النبات محتاج له بكميات قليلة فهيدخل اه اي نعم بس هيدخل له مثلا هيدخل بصعوبة في مواد هتدخل بايه بصعوبة وفي مواد مش هتدخل خالص طب ايه مين اللي بيحدد الكلام ده كله حاجة النبات حاجة النبات الحاجات اللي النبات بيحتاج لها بكميات كبيرة بتدخل بسهولة طب نبات محتاج لها بس مسلا هنقول بكميات صغيرة ممكن تدخل بس بصعوبة حاجاتنا النبات مش محتاج لها خالص مش هتدخل خالص وبالتالي اسمها النفازية الاختيارية اللي انا باختره بس هو اللي بيدخل يبقى ده كده شرح النفازية الايه الاختيارية نيجي بعد كده للخصية التالتة معانا وهي النقل النشط النقل بقى النشط بص بقى لو انا معايا دي خلية والخلية دي مثلا جواها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية فيها مثلا تمانية ولنفترض تمانية سوديوم ايونات مثلا من السوديوم وفيه بره سوديوم فيه بره سوديوم فيه مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يعني فيه جوا تمانية وفيه بره خمسة طب الطبيعي ايه اللي بيحصل بقى تبقى للانتشار الطبيعي ان اللي جوه كتير واللي بره الليل يبقى المفروض ان اللي ينادي تنتقل من جوه لبرا. لا نيجي بقى نبص نلاحز ان النبات بالرغم من انه عنده تمانية الا انه عمال بياخد من الخمسة وبيدخلهم جوه. يجي ياخد الخمسة ويدخلهم جوه. يجي حد مثلا ايه يعني يتخيل كده معاني في حد يقوله ازاي ده ده اسمه عكس عكس التدرج التدرج في التركيز ايه ده ده التركيز اللي جوه كتير التركيز اللي جوه كتير والتركيز اللي بره قليل التركيز اللي جوه كتير واللي بره قليل ده المفروض ان اللي جوه هو يدي اللي بره ومع ذلك النبات هو اللي بياخد من اللي بره ويدخل جوه علشان كده بنقول عليه عكسة ايه التدرج في التركيز طب دي حاجة قانونية لا دي حاجة مش قانونية طب انا عشان اعمل حاجة مش قانونية محتاج اعمل ايه محتاج ادفع رشوة طيب الرشوة النبات وانا هدي النبات فلوس لا عمدلوش فلوس ولكن النبات ده آآ الرشوة بتاعته اللي هي عملة الطاقة في الخلية اللي هي يبقى النبات علشان ينقل حاجة في عكس التدرك في التركيز محتاج ان هو يدفع رشوة والرشوة بتاعته هي يبقى تمام يبقى مسلا لو جينا تاني تاني لو معادي كده خلية وده كده الوسط المحيط الخلية دي مسلا جواها آآ تركيز تركيز مسلا البوتاسيوم جواها مسلا نقول عشرة في المية مسلا تركيز البوتاسيوم وتركيز البوتاسيوم مسلا بره خمسة في المية الطبيعي الطبيعي ان الاملاح دي الاملاح ده هي لما بتيجي تنتكر خلي بالك دي انتقال املاح مش انتقال مية معايا معايا في الخلية عشرة عشر بوتاسيومات ومعايا بره خمس بوتاسيومات الطبيعي ان العشر بوتاسيومات هم اللي يده ينتشروا بخصية الانتشار ينتشر من جوا لبره لا ده النبات هو اللي بيكون عايزة الخمسة هي لتد العشرة. طب ده قانوني ولا مش قانوني? لا طبعا مش قانوني. فمحتاج ادفع ايه? عشان اعدي حاجة مش قانوني محتاج ادفع رشوة. الرشوة هي طب مين من المغازيات الكبرى بيتشارك في عملية النقل النشط? لحيث ان طبعا عملية النقل النشط انا بحتاج ايه? بحتاج طاقة. والطاقة دي اللي هي طب مين العنصر اللي بيدخل في تكوين اللي هو الفصفور? يبقى من المغازيات الكبرى اللي بتشارك او اللي هي اضرو اساسي في عملية النقل النشط هي هو الفصفور الفصفور لانه بيدخل في تكوين بيدخل في تكوين طيب هم عرفوا الكلام ده ازاي كان فيه تحلب اسمه تحلب النيتلا. تحلب النيتلا. تحلب النيتلا ده كان عايش في مية البرك والمستنقات يعني ده كده ميت برك ومستنقعاء. قد التحلب كده كان عايش جوه. التحلب ده مسلا كان عنده ماغنيسيوم مسلا كان عنده ماغنيسيوم عشرة. وبره كان فيه ماغنيسيوم مسلا تلاتة. بعد شوية جم يبصوا لحظوا ان التحلب ده اخدت تلاتة ودخلهم جوه. فبقى جوه فيه تلاتاشر وبره مسلا صفر مسلا. هقالك بس ده اللي حصل ده هو الانتقال الاملاح عكس التدرج عكس التدرج في التركيز. علشان كده النقل ده اسمه الايه? النقل النشط. طب النقل النشط ده قانوني ولا غير قانوني? لا ده غير قانوني. فبحتاج مين? رشوة. الرشوة دي اسمها ايه? الرشوة دي هي الاتب. وبكده نبقى خلصنا الدرس ده. بعد الشرح ده ابقى ادخل اتفرج على القناة التانية في القناة التانية هسيب لك هتلاقي منزلك فيديو الحل بتاع كتاب الامتحان. وشوية كده هكون هعمل لك امتحان على الدرس ده. علشان خاطر يباحنا كده افلنا الدرس ده خالص. ولو استنوني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاي بعد كده هنزل لكم الشرح بتاع آآ البناء الضوي اللي هو طبعا آآ آآ تركيب الورع والبناء الضوي اللي هو بعنوان تابع التغذية في النبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.